لم تتبقى سوى أيام معدودة لرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لكن ديمقراطيون يبدون متمسكين بخطوات عزله من المنصب على خلفية الأحداث التي شهدها الكونغرس يوم الأربعاء الماضي وتصير مساعي عزل ترامب مجموعة من الأسئلة الدستورية واللوجستية بصورة نادرة ما جرى تسجيله في التاريخ الأمريكي ولم يسبق أن تم بدء عملية عزل رئيس أمريكي في الكونغرس مرتين ولهو رئيس أمريكي تعارض لمحاولة عزله خلال أيامه الأخيرة في المنصب وبينما تبقت مدة قصيرة جدا لمغادرة ترامب بالبيت الأبيض أي في العشرين من يناير يقول مشررون أمريكيون أن خطورة الأفعال التي طورت فيها رئيس المنتهي ولايته تستدعي النظر في بنود خاصة بالعزل لأجل منع ترامب من تولي منصب فدرالي مرة أخرى وهذا تحديدا ما يفسر تشبس بعزل ترامب وعدم تركه ينهي ولايته لأنه في حال بقي حتى العشرين من يناير الجاري فأنه سيظل قادرا على شغل المنصب مستقبلا وتجرى مساعي العزل حتى الآن بقيادة الديمقراطيين لكن عددا من الجمهورين أبدو أيضا وفقتهم على إجراء جلسة استماع بشأن ما قام به ترامب ومن النحية الدستورية يمكن لكونغرس أن يعزل الرئيس ومسؤولين كبار قبل انتهاء ولايتهم في حال اعتقاد المشرعون أنهم ارتكبوا أفعال الخيانة أو ضلعوا في جرائم كبرى وأساء التصرف